اهلا وسهلا بحضراتكم في حالة النهاردة هنتكلم عن الفول السوداني السوداني ماذا يحدث لو اكلت الحامل السوداني اللي هيحصل لها وللجنين يلا نشوف قناة الرشدة ترحب بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى لو واحدة حامل أكلت شوية سوداني اللي ممكن يعود عليها بالنفع السوداني بيحتوي على الحديد طبعا غنى السوداني به الحديد ده بيساعد الأم الحامل من الوقاية من موضوع فأر الدم فأر الدم ده بيهدد الحامل فيما بعد الولادة بحاجة اسمها نزيف ما بعد الولادة وبيهدد الجنين بإنه يبقى حجمه صغير فلذلك السوداني بيحتوي على نسبة كويسة من الحديد كمان السوداني بيحتوي على دهون وحادية غير مشبعة وخاصة حمض الأوليك اللي بيفيد جدا في الوقاية من أمراض القلب الفول السوداني مصدر جيد ليه حاجة اسمها الفيتوستيترول وده بيمنع تطور الأورام الخبيثة بالجسم كمان الفول السوداني بيحتوي على فيتامين بي سري اللي هو انياسين انياسين ده بيعزز قوة الزاكرة ونشاط الدماغ كمان الفول السوداني بيحتوي على مركبات بتساعد على تدفق الدم بشكل أفضل الفول السوداني بيحافظ على تنظيم الدورة الدموية عند الأم الحامل وبيحافظ على مستويات ضغط الدم انها تكون في المستويات المناسبة كمان الفول السوداني من فويده ليه الجنين انه بيحتوي على المنجنيز والمنجنيز بيساعد على نمو انسجة الجنين والعظام وبيفيد كمان في منع انقباضات الرحم يعني كده بيحافظ على موضوع انه ما يعرضكيش للولادة المبكرة كمان الفول السوداني بيحتوي على التريبتوفان وتريبتوفان ده مهم جدا عشان سعاد ما تزعلش الفول السوداني بيحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تسمى التريبتوفان والتريبتوفان ده مهم جدا عشان الجسم يطلق هرمون السعادة وبيساعد بعد كده على تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب عندك يا سوسو كمان الفول السوداني بيحتوي على الألياف اللي بيساعد الحامل أنها تتخلص من شعورها بالامساك المزعج جدا في فترة الحمل ولكن تحذير مهم جدا في بعض الناس عندهم حساسية ناحية الفول السوداني هنا يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية الخاص بحضراتكم قبل تناول الفول السوداني الفول السوداني كمان بيحتوي على سعرات عالية جدا فنتناول حبها صغيرين وما نفردش في تناول السوداني يا سعاد تعالوا نكمل بقية حالات النهاردة أم محمود بتسأل هل أم جسري يضر الحمل ولا يفيد الحمل طبعا أم جسري من ضمن المكملات الغذائية اللي موجود منها مكملات غذائية وموجودة طبعا في الطعام أم جسري بتعمل ايه؟ أم جسري بتزود زكاء الجنين الله طيب يبقى ده بيفيد الحمل نحصل عليه إزاي؟ والله عندك مكملات غذائية عندك مثلا السمك عندك بعض المكسرات عندك حاجات كتيرة أغذية كتيرة فيها أم جسري طيب يبقى بيفيد الحمل أوكي ناخد بقى 3-4-5 تقراص من أم جسري عشان العيلي يطلع عبقري خلي بالكم بقى المفاجأة أم جسري لو زاد عن حده أصبحت النتيجة عكسية يعني يعمل لمشاكل في الدماغ الجنين يعمل مشكلة في دماغ الجنين آه يعمل مشكلة في دماغ الجنين فأم جسري يفيد الحمل لو كانت النسبة معقولة حتى لو هتخديه كمكمل غذائي أنا هنا بتكلم عن المكملات الغذائية إنما الطعام بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش منه مخاوف تنم بناكل باعتدال المكملات الغذائية من بعض المكملات بتبقى التركيز بتاع أم جسري بيبقى عالي فالتركيز العالي ده لو احنا أفرطنا في تناول بعض المكملات الغذائية اللي بتحتوي على أم جسري دون استشارة الطبيب الخاص بنا ممكن يؤدي بنا هذا الأمر إلى حدوث بعض المشاكل في الجنين نتيجة الإفراط في أم جسري نفسه اللي كان هو نفسه اللي بيخلي الجنين يبقى زكي فسبحانك يا رب الحاجة دايما لازم تبقى باعتدال طيب نعمل ايه؟ بمنتهى البساطة استشيروا الطبيب الخاص بحضراتكم في تناول مكمل غذائي أم جسري وفقا لتعليماته هو جانا أحمد بتقول أنا حامل وما تسحرتش ينفع أصوم إحنا اتفقنا قبل كده إن صيام الحامل يجب أن يكون وفقا لضوابط معينة بتضمن بقدر كبير سلامة الحامل وسلامة الجنين من ضمنها هو إنك تتصحر كويس ومش بس كده تأخر الصحور يعني تخلي الصحور قرب أدان الفجرة قدر المستطاع يعني قبل أدان الفجرة بخمس دقايق عشر دقايق تكون متصحرة وتكون الوجبة بتاعت الصحور وجبة كاملة متكملة ما بين كربوهايدريت معقدة وبروتين ودهون صحية ونشرب مية وكل ده يكون في وجبة الصحور وتكون كمان متأخرة يعني قبل الشروع في الصيام مباشرة يعني قرب أدان الفجرة طيب هنا جانا ما تسحرتش أصلا إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كده إن عدد ساعات الصيام اللي هيحس بيها الجنين هتبقى أطول وأطول طيب الخوف من إيه؟ الخوف إن في فترة الصيام إحنا دايما بنقول إن بيحصل انخفاض في مستوى الطاقة التي تصل إلى الجنين طيب ده عدد ساعات معينة تخيلي بقى أنت حطيتي عدد ساعات زيادة على عدد الساعات اللي إحنا خايفين منها فهنا أصبح الموضوع أكثر خطورة فلذلك لو حضرتك ما تصحرتش كويس أو ما تصحرتش أصلا فلا يفضل حضرتك الصيام ورجاء اهتموا بالتغذية كويس جدا بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة ويعني بدعوكم لدعم قناة الرشدة بالإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع الآخرين والاشتراك طبعا بالقناة دي حاجة مفروغ من أمرها وزيارة بقية فيديوهات قناة الرشدة الموجودة في مكتبة القناة هتلاقوا مكتبة كبيرة جدا من فيديوهات قناة الرشدة الخاصة بتوعية الحامل وتوعية الطفل الصغير أو الأم الجديدة بطفلها الصغير شكركم مرة أخرى ونلتقي على خير وإلى لقاء سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر